الإحسان معناه الإتقان والإيجادة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إلى آخر الحديث والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم كمرتبة من مراتب الإيمان وهي المرتبة الثالثة وهي أخص المراتب الثلاث فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فأعلم يقينا أنه يراك أخذ العلماء من هذا أن الإحسان على مرتبتين مرتبة المشاهدة وهي أن تعبد الله كأنك تراه وهذه أعظم والمرتبة الثانية مرتبة المراقبة وهي التي لا ينبغي أن يخلو منها المؤمن وهي أن تراقب الله عز وجل في جهرك وفي شرك في ذهابك وفي إيابك في علمك وفي عملك في ظاهرك وفي باطنك عند الناس وفي حال الوحدة هذه مراقبة الله جل وعلا وهو من الإيمان العظيم بالله جل وعلا ومن أعظم توحيد الله جل وعلا ولذلك الشخص الذي لا يراقب الله يقع في المعاصي إنما رقيبه الناس وهذا ضعيف الدين وضعيف الإيمان الذي يجعل الرقابة عليه رقابة الناس رقابة السلطة رقابة الوالدين رقابة المدير رقابة الزوج رقابة الزوجة رقابة كذا رقابة أي رقيب كان هذا إيمانه ضعيف بالله جل وعلا وعنده مرتبة الإحسان شبه المنعدمة ولذلك يجب على المؤمن دائما أن يراعي هذه المرتبة الجليلة التي ضعفت اليوم عند أكثر الناس وهي مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ترا الله عز وجل بقلبك وبأحاسيسك وتستشعر الله جل وعلا بقلبك وأحاسيسك وتعبده كأنك تشاهده وبهذا ترتفع أعمالك وتكون أعمالك تبلغ المراتب العليا صلاتك تكون أعظم الصلاة وزكاتك أعظم الزكاة وحجك أحسن الحج وصيامك أحسن الصيام بسبب الإحسان بأحد نوعيه والنوع الأول والمرتبة الأولى كما تقدم مرتبة المشاهدة أقوى وأجل من مرتبة المراقبة